عادت الحياة اليوم من جديد لقطاعات وأنشطة اقتصادية أغلقت أبوابها بفعل تداعيات فرضتها جائحة كورونا مع بدء العمل بخطة الحكومة لفتح القطاعات والأنشطة وصولا إلى صيف آمن الأندية الرياضية فتحت أبوابها بناء على قرار الحكومة بفتح القطاعات شريطة الالتزام بالتعليمات والبروتوكول الصحي كمير الرؤية التقت مالكي نواد رياضية ومدربي لياقة بدنية في محافظة إربد حيث أعربوا عن قلقهم من تردد المواطنين من الإقبال على النوادي خوفا من عودة الإغلاق في حال ارتفعت أعداد المصابين بفيروس كورونا مجددا الحمد لله على فتح قطاعنا ببارك لأصحاب النوادي وللمدربين وللرياضيين بشكل عام وللرياضة بالأردن بشكل عام على عودة القطاع الرياضي اللي هو القطاع الصحي قطاع الدفاع عن صحتنا بس تشايف النادي فاضي ما فيش مشتركين لأنه مشترك خايف بقولك بدفع اشتراك وبسكروا لديه فمتخوف المشترك وبالنسبة لصحب المنشأة مش رحمنا بقولك احنا بدنا تدفع لنا أجرة النادي قرار إعادة فتح القطاعات قرار كثير منتاز وساعد الناس بالقطاعات اللي كانت مسكرة عساسي قدروا يرجعوا يشتغلوا وعوضوا للإشي اللي إفاتهم الإشي الثاني اللي قاعد بصير أنه ممكن تكون الناس والأهالي أنهم لسه خايفين من نتيجة إصابات الكورونا الإغلاقات الثلاث المرء السابقة عملتنا مشاكل اقتصادية ونفسية نتمنى ما يعود هذا الإغلاق احنا أخذنا المطاعيم جميعا كل المدربين الكادر التدريبي كامل